نواصل حل تمرين كتاب مدرسي ومع التمرين في الحقيقة مرتبط بالتمرين قبله هذا التمرين 76 مرتبط بالتمرين 75 اذا انت تتشاهد الحل 75 ثم تأتي الى هنا المطلوب هو حل في ار كل من المتراجحات ذات المجهول اكس التالية متراجحات نحاول استخراج الشروط الآن اول شيء اول شيء مثلا في المثال الاول دعونا نفكر في المثال الاول ما هي الشروط وما هي مجموعة التعريف المتراجح اول شيء ما داخل المجموع ما داخل الجذر يكون مجب هذه تكون مجموعة اولى ثاني شيء في الحقيقة هو التربيع التربيع راح ديجيب لك المجموعة الثانية ولكن في التربيع كان المشكل متى اربع وأحافظ على اتجاه تغير متراجحة او اعكسه عندي نظرية التربيع هو الدالة مربع الدالة مربع يتحكم فيها محور الترتيب اذا كانوا مجبين معا يحق لك الترتيب والحفاظ اذا كان سالبين معا يحق لك التربيع والعكس اما اذا كان واحد موجب واحد سلب لا يحق لك التربيع اذا هنا الشرط الثالث ان يكون هذا موجبا ليحق لك التربيع فاكون امام ثلاث مجموعات تقاطعهما ولا تقاطعهم هو ما ابحث عنه تفصيل ذلك كما لي انا كون صريح انا قلت لكم روحوا الـ 75 شوفوه وبعد ارواح هنا يشوفوا الـ 76 اللي ماهوش فهم الشرح هذا يا ماهوش شايف 75 الـ 76 تكون امام متراجحة مثل هذا النوع جذر F اكبر من G فما هي الشروط ان يكون بداخل الجذر موجب وان تربع وتحافظ على التربيع وان يكون الطرف الثاني موجب لكي تربع اذا هذه الفكرة اذا هذه الفكرة اذا اطبق ما داخل الجذر موجب اجد المجموعة الاولى الطرف الثاني موجب لكي اربع اجد المجموعة الثانية اربع يختفي الجذر واحصل على متراجحة من الدرجة الثانية واجد بها مجموعة اخرى تقاطع هذه المجموعات هو ما ابحث عنه والحلول تكون نقص 2 نقص 1 وكما يقولون بالفرنسية سيكون من المفيد للغاية عمل تمثيلات بيانية اذا الان نبدو شوية هذا هو هذا شرحت الفكرة ذلك وش مزان نشرح نقنعكم بهذه مزان نقنعكم بهذه فقط عندما اقنعكم بهذه ينتهي كل شي هنا ننقل الطرف الآخر ونقسم على ثلاثان حفظ الاتجاه المتراجحة اكبر صحيحة ننقل الطرف الاكبر صحيحة نتبع هذه نتبع هذه هذه متطابقة شهيرة الربع منها يختفي الجذر الربع هنا هذه صحيح 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 6x اتنقص لها 3x صحيحة 9 اتنقص لها 7 2 صحيحة هذه عندها جذرين نقص 1 ونقص 2 مجموعهم جدائهم هذا في هذا هو هذا هذا سيد هذا معكس صحيح هذه عندها جذرين داخل مجال الجذرين هذه عندها الجذرين عندها نقص 1 وعندها نقص 2 متجهة الاعلى بين جذريها سالب خارجهما موجب صحيح هذه متى يكون سالبا متى يكون سالبا داخل مجال جذرين صح نشوف التقاطعات هذه اكبر وهذه هنا وهذه هنا التقاطع صحيح تبقى تمثيلات البيانية تمثيلات البيانية لاحظ مثلا فكرة ما داخل الجذر موجب معناها هنا وصحيح اكس زائد ثلاثة موجب معناها فوق محوار فواصل صحيح ثم التقاطعات وجدناهم صحيحين كذلك نقص 1 ونقص 2 لاحظ هنا نقص 1 ونقص 2 المستقيم تحت القطع ولا القطع فوق المستقيم وما وش قالوا قالوا القطع فوق المستقيم وهذا وش حاوسوا عليهم القطع فوق المستقيم فقط فقط هذا بالنسبة للمثال نقم 1 الشرط سهلة هذا الشرط الاول ما داخل الجذر موجب اذا هذا هو هذا ما داخل الجذر موجب نقص الطرف الآخر صحيحة نجد مجموعة اولى الشرط الثاني هو هذا موجب لماذا كي اربع لكي اربع اطراف من نفس الاشارة صحيح 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 او عندي مجموعتين دكت المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هذا مربع اقل من هذا مربع هذا مربع اقل من هذا مربع نجدرت هنا حافظت على الاتجاه وربع الطرفين موجبين ربعت هذا وربعت هده هذا راه موجب انا دلت له الشرط هنا الحسابات صحيح صحيح من بعدها اكس مربع هاي وراها نقص ثلين اكس نقص ثلين اكس صحيحة زائد واحد زائد ثلاثة صحيحة تكون هادي موجبة هادي متطابقة شهيرة دوم من موجبة ما عنده عنده اثنين ما عنده المجموعة الثالثة عندي هادي وهادي وهادي نشوف تقاطعات الانترسكسيون تقاطعات وش عندي عندي هذا ما عنده نقص ثلين الكلام هو هذا يا نجربوه نشوفوه هنا يا من نص الزائد ما لنهاية من واحد ونص زائد ما لنهاية مفهومة زيد هادي يا من واحد زائد ما لنهاية من واحد زائد منها مفهومة زيد ما عندال اثنان ما عندال اثنان الصحيح إذن التقطعات تكون Theyелен هذه المجال إتحاد هذه المجال من الثلاث مال ناقص الـ 2 فقط إذن نشوف السؤال قال لي كيف يكون هذا القطع تحت متفك BH إذن هذا القطع planet تحت المستقيم هو دوما تحته إلا عند الاثنان تحتني تحت تماما نحن السؤال لأنه عند الاثنان كان يتساوي جرب الاثنين ربعة نقص ثلاثة واحد جدر واحد واحد واثنين نقص تقعد واحد أقل من واحد قضية خاطئة إذا كلام صحيح راقبنا نفس الشي هنا ما داخل الجدر موجب يؤدي بنا إلى المجموعة الأولى الطرف الثاني موجب كي أربع يؤدي هنا من المجموعة الثانية والتربع يؤدي بنا إلى المجموعة الثالثة الراقب شوي لاحسابات هنا وش عندي تكون هذه صحيح ومن بعد هذه صحيح وتكون هذه صحيح تكون هذه صحيح ومن بعدها تكون هذه مربع تار هذه هو هذه ومربع تار هذه هو هذا وهي ومن بعدها ا وش عندي هنا لا يهم حساب أب worries هناك كان فكرة من يش حاب نحساب أب three قادر على تقاطع المجموعتين الأولى والثانية خالي فالمتراجحة لا تملك حلول. انا وش لاحظت؟ لاحظت باللي تقاطع خالي. هذي من النقص ما لنهي هي النقص اثنين. وهذي من النقص اثنين. هذي من النقص نزد من هذي. تقاطع مغرب. بلا ما نحسب هذي. مباشرة تقاطعهم في ثلاثة يكون مجمعه خالية. المتراجحة لا تملك حلول. مش معناها؟ الرسمة التعني هي هذي. الرسمة التعني هي هذي. ماذا سأله هو? ماذا سأله؟ القطع تحت المستقيم. القطع تحت المستقيم. ماذا يكون القطع تحت المستقيم؟ القطع فوق المستقيم دوما. القطع تحت فوق المستقيم. ولا مرة كان القطع تحت المستقيم. ولهذا مجموعة خالية. لا يوجد تناقض. لا يوجد تناقض. للحفظ. ماذا يكون هذا؟ عقل من هذا. معناته هذا تربيع الطرفين فوق محور الفوصل كلمة فوق محور الفوصل تخلي تخلي الكلام هذا مجب إذن هذا معناه هذا ربعنا الطرفين وحفظ الالتجار متراجحة مع الشروط معناه هذا فوق محور الفوصل سوف يكون هذا مستقيم دعونا من هذه الخلاصة دعونا منها للحفظ لا داعي لها لا داعي لها بهذا انتهى حل 876